نصف مليار دولار حجم مبادلات التجارية بين الجزائر والإمارات التي تعتبر إحدى أهم المستثمرين بالجزائر بأكثر من عشر مليارات دولار لقاء الدورة الرابع عشر للجنة المشتركة الجزائرية الإماراتية فرصة لتنمية الاستثمار بين البلدين ينبغي العمل على عقد الدورة الأولى لمجلس رجال العمال ما سيمكن من دون شك من تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية المباشرة بين الرجال العمال في البلدين وتعرف عن كثب على الفرص الاتثمارية المتوفرة في كل البلدين دولة الإمارات هي الدولة الأولى في الاستثمار في الجزائر وصلنا إلى تقريبا عشر مليار دولار نتطلع إن شاء الله أن يكون هناك استثمارات أكثر آخر هذه الشركات الاستثمارية الإماراتية الجزائرية كان في أقطاع الحديد والفلاذ بقيمة تفوق تقريبا واحد ونصف مليار دولار هذا طبعا من أن نتوقع أن يولد تقريبا حدود ألف وستمائة وظيفة مباشرة وغيرها أيضا من الفرص غير المباشرة توسيع مجالات التعاون بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي عبر تنمية حجم الاستثمارات على غير الشركة الجزائرية الإماراتية لإنتاج الحديد والصلب التي تعتبر واحدة من أكبر مشاريع الشركة بين البلدين المستثمر الإماراتي سيهتم في قطاع الصناعة الفلاحة المعاهد في استثمارات تبادل تجاري قوي من هذا المجال في هذا القطاع زائد الأسواق المحلية والأسواق أو الاستراتيجية في داخل الجزائر محفز من الاستثمار الجزائري وراح يكون في تزايد إن شاء الله في الأعوام القادمة لقاء تأمل من خلاله دولة الإمارات رفع حجم المبادلات التجارية مع الجزائر عبر توقيع مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مختلف المجالات ترجمة نانسي قنقر